البعض هنا في نيويورك يصفها بالخطوة التاريخية بتعليق على قرار سلطات المدينة افتتاح أول مركز للاجئين القادمين من ولايات أخرى بعد قرار الحكام الجمهوريين فيها تحول هؤلاء إلى نيويورك وبعض ولايات الساحل الشرقي في خطوة أطارت جدلاً سياسياً واسعاً في كامل البلاد قرار سلطات نيويورك يأتي تجاوباً مع قوانين الولاية التي تلزمها بإيواء كل من يحتاج إلى مأوى لكن عدد اللاجئين القادمين إليها فاق قدرة الاستيعاب لديها ما دفعها إلى تحويل بعض فنادق المدينة إلى مأوى للعائلات المصحوبة بأطفال وإنشاء مراكز عبور لهؤلاء نهدف لمساعدة هؤلاء اللاجئين على بلوغ ما يسعون لتحقيقه من غير فرض أي شروط أو إلزامهم بأي قيود قرار سلطات نيويورك ورغم حرصها على توفير كافة أدوات الراحة في مراكز العبور وجعل الإقامة فيها مفتوحة إلى حين ترتيب أوضاع اللاجئين بصورة كاملة لقي معارضة ناشطين الذين تظهروا وسط المدينة مطالبين بإيواء جميع اللاجئين في فنادق بدلا من مراكز العبور إنها لحظة تاريخية غير مسبوقة بنيويورك منذ ما يقارب القرن من الزمن ونريد أن يرى الجميع أي استقبال تخصصه هذه المدينة للقادمين إليها قضية اللاجئين في نيويورك وواشنطن كانت قد أطارت موجة من الجدل والاختلاف العميق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي قبل أسابيع قليلة من موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس إلا أن أعداد هؤلاء التي تجاوزت عشرات الآلاف في نيويورك لوحدها جعلت هذه القضية تسيطر على أحاديث سكان ولايتي نيويورك ونيوجرزي بسبب حاجات اللاجئين العاجلة إلى مساعدات فورية وعلى كافة الأصعدة الناس الذين يعيشون في هذه الملاجئ حاليا وضعهم صعب ومعقد نحن هنا لتقديم جميع أنواع المساعدات التي يمكن أن تخفف عنهما هذا واحد من فلادق المدينة التي قررت السلطات تحويلها وبالكامل إلى مأوى للعائلات اللاجئة إلى نيويورك في عقاب أزمة إنسانية باتت ليس هي ذلك العنوان السياسي البارز والمتير للجدل بين السياسيين والمرشحين لانتخابات نوفمبر ولكن أيضا عنوان لأزمة إنسانية باتت هي الأخرى الشغل الشاغل لسكان نيويورك خاصة في ظل بداية موسمي البرد والتقلبات الجوية في المدينة رابح فلالي الحرة نيويورك ترجمة نانسي قنقر